نروح لبعثة المنتخب الوطن شريف جاهز معنا طيب شريف شعبان زميلنا طبعا موجود وتابع تمرينة الاهلي النهاردة خلينا نعرف اهم الاخبار واهم التفاصيل من تمرينة الفريق النهاردة مساء خير يا شريف واهلا بيك في السادسة اهلا بيك زميلي احمد تحيتي ليك وتحيتي السارة ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الاهلي في كل مكان بالفعل يمكن تمرين كان في الرابعة عصرا ومستر بيتسو مسيباني بعد طبعا الشغل البدني كان فيه تأسيمة مع الفريق الموجود في 13 ناشئ مع المجموعة الموجودة ما انضمتش للمنتخبات وكان تمرين تاكتك من اول لاخر من اول تمرين لاخر التمرين وكان مفيد جدا للعبين الصاعدين طبعا اللي تساعدوا في الفريق الاول من خلفي يمكن ماتش وودي لسه مستمر ما بين الجهاز الفني والاداري والطبي والعمال يمكن روح الفكاهة لسه مستمرة من خلفي بقادة فريق كابتسامي أمصان وباقي الجهاز كيفي جونسون وباقي الجهاز محللين الأداء ومدرب الأحمال وباقي الجهاز طبعا يمكن الماتش على أوجه ماتش قوي جدا زي ما قلت طبعا زميلي أحمد يمكن لا كتير قوي كابتن سايد ما شاء الله ده لازم نرجع لعب تاني كابتن سايد ماشي كويس قوي ماشي كويس كويس يعني وفاصل المهارات وبهارني الصراحة كابتن سايد كان نعيب كبير ومازال محتفظ ما شاء الله برهنط وبرشاقته فالنهاردة كمان مزبوط وكابتن سايد كمان برضو عامل شغل كويس قوي بس النهاردة الكابتن سايد مهتم قوي بالنواحي الفنية واللمحات الفنية وخصصا مع كيفين شونسون يمكن في كذا كورة عادة منه بشكل جمال جدا كابتن سايد محافظة على رشاقته لحد دلوقتي وطبعا كابتن سايد مهتم ماشاء الله برضو لعيب كبير ماشاء الله نادي الأهلي عنده كان لعيب قبار جدا بيانضبوا للأجهزة بعد كدوة لا حاجة محترمة جدا زي ما قلت زميلي أحمد على محموم بتولي النهاردة بيشارك بكل قوة في المران وبيعلن جاهزيته طبعا في الفترات المقبلة وليت سلمان العائد بكل قوة ماشاء الله عليه بيعلن جاهزيته تم المباراة المريخ السوداني يا رب بإذن الله يكون ليه دور كبير جدا مع الفريق في الفترة المقبلة بإذن الله ونفوذ على فريق كبير هو فريق المريخ السوداني في سودان بإذن الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زمينا شريف شعبان وهنتابع طبعا على مدار الأيام الجاية خصوصا طبعا بعد اجتمال قايمة الفريق